غادر البابا فرانسيس الإمارات بعد أن وصل إليها الأحد ليصبح أول بابا باتيكان يزور شبه الجزيرة العربية. جاءت زيارة بناء على دعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في مؤتمر لحوار الأديان. ضم كذلك شيخ الأزهر الذي يظهر في هذه الصورة الإمام أحمد الطيب. كما ألقى البابا كلمة ندد فيها باللجوء إلى منطق القوة المسلحة في اليمن وسوريا وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط. أنهى البابا الزيارة بقداس ومن الملفت انتشار هذا الفيديو. وهو عندما اعترض أطفال موكب البابا. دعونا ننظر نركز قليلا بمن اعترض البابا. نتحدث اليوم عن هذه الشابة التي تظهر في هذه الصورة. من الصعب رؤيتها من هذه الزاوية. ولكن انظروا كيف تجري راكضة إلى البابا لكي تعانقه كما يظهر في هذا الفيديو. هذه اللافة كانت قبل أن تعود نفس البنت إلى أمها فرحة بما حققت كما تظهر في هذه الصورة. رواد مواقع التواصل أيضا يهتموا بسيارات البابا. أكثر من محور النقاش الذي دار أكثر ملافة انتباه الناس في مراسم استقبال البابا. فرانسيس هو السيارات الفارية في الإمارات. ولكن سيارة البابا كانت على عكس ذلك. التي استقلها من القصر الرئاسي. سيارة كيا سول برأي البعض متواضعة لشخص برمزية وحجم البابا. من أبرز من انتشر أيضا فيديوهات لزيارة البابا. وهو مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو يظهر إمرأة فلبينية. تأثرت بشدة من لقائها البابا فرانسيس في أبو ظبي. الأمر الذي جعلها تدخل في نوبة بكاء. وظلت السيدة لفترة طويلة تقبل يد بابا الكنيسة الكاثولوكية. فيما كان يحاول تهديئتها واضعا يده على رأسها. كل هذه اللقطات أثارت انتباه مواقع التواصل الاجتماعي. نتحدث عن توتر. منهم محمد علي يقول متحدثا عن مشاهدته للبابا. يقول هل شاهدتم البابا في بلد الأمن والأمان؟ سيارة مكشوفة لا يوجد فيها حاجز زجاجي للحماية. ومنصة مكشوفة يقف عليها جموع من المسيحيين والمسلمين. تشاهده بحرية. ويرفق ذلك بهذه الصورة التي يتجول فيها البابا. لامسا متحدثا إلى الناس. المهندسة علياء النقبي تغرد ممتنة أو تقول. مفرح جدا مشاركة العنصر الانسائي في جميع المحافل. لفت جميلة منكم يا صاحب السمو. وفقكم الله دلهم الفضلي يغرد قائنا. من أرض الإمارات الخير رسالة للعالم أجمع. بأن قيم التعايش الديني والعرقي أساس للسلام. وأن الحياة لا تصلح إلا بتنوى. وأن الحضارة لا تبنى إلا بسيادة العلم والقانون. محمد عبد الخالق يقول زار البابا فرانسيس الإمارات. وتم استقباله وهو على سيارة من نوع كيا سول. لماذا هذه السيارة بالذات؟. ومن نوع كيا مثل عربيتي. يقول ذلك ظاحكا. ترجمة نانسي قنقر